في درس اليوم تشاهدون مثالاً آخر على المعادلات التفاضلية الخطية غير المتجانسة بمعاملات ثابتة. لديكم المعادلة التالية. المشتقة الثانية لواي ناقص ثلاث ضرب المشتقة الأولى لواي ناقص أربعة واي يساوي أربعة إكس تربية. تعلمتم في الدروس السابقة كيفية إيجاد الحل العام للمعادلة المتجانسة عندما يكون الطرف الأيسر يساوي صفر. لكن ما الحل الخاص الذي يجب جمعه إلى الحل العام للمعادلة المتجانسة للحصول على الحل العام لهذه المعادلة غير المتجانسة؟ بما أن الطرف الأيمن كثير حدود من الدرجة الثانية، يجب أن يكون الحل الخاص بها كثير حدود من الدرجة الثانية أيضاً. أي YB يساوي الثابت A ضرب X تربيع زائد BX زائد C لتحقق من أن هذه المعادلة هي الحل الخاص تحتاجون إلى المشتقة الأولى والثانية. المشتقة الأولى لYB تساوي 2AX زائد B والمشتقة الثانية لYB تساوي 2A. الآن عوضوا القيم التي لديكم في المعادلة التفاضلية الأصلية. تحصلون على 2A-3 ضرب المشتقة الأولى أي 6AX-3B ناقص 4Y أي 4AX تربيع ناقص 4BX ناقص 4C الكل يساوي 4X تربيع أعيد كتابة المعادلة بجمع الحدود المتشابهة معاً. أولاً الحدود التي تحتوي على تربيع وهي سالب 4AX تربيع زائد سالب 6AX سالب 4BX وبإخراج X عامل مشترك يبقى بين قوسين سالب 6A-4B الكل ضرب X. أخيراً الحدود الثابتة وهي 2A سالب 3B وسالب 4C زائد 2A-3B-4C كل ذلك يساوي 4X تربيع. لإيجاد المعاملات A وB وسي لاحظوا أن معامل X تربيع في الطرف الأيسر يجب أن يساوي معامل X تربيع في الطرف الأيمن أي 4. ومعامل X في الطرف الأيسر يجب أن يساوي معامل X في الطرف الأيمن وهو 0. حيث يمكنكم كتابة زائد 0X في الطرف الأيمن زائد الحد الثابت 0 أيضاً. بالتالي مجموع الحدود الثابتة يجب أن يساوي 0 أيضاً. إذن سالب 4A يساوي 4 وعلي A يساوي سالب 1 وسالب 6A-4B يجب أن يساوي 0. وبما أن A يساوي 1 فعند التعويض تحصلون على سالب 6 ضرب سالب 1 أي 6 ناقص 4B يساوي 0. أي أن 4B يساوي 6 وبقسمة الطرفين على 6 تجدون أن B يساوي 6 أربع أو ثلاثة أنصاف. قلنا أيضاً أن الحدود الثابتة تساوي 0 أي أن 2A أي سالب 2 ناقص 3B أي ناقص 9 أنصاف ناقص 4C يساوي 0. 2 هو عبارة عن 4 على 2 وبذلك تحصلون على سالب 4 ناقص 9 الكل تقسيم 2 وبإضافة 4C إلى الطرفين تحصلون على 4C في الطرف الأيمن. سالب 4 ناقص 9 يساوي سالب 13 على 2 ويساوي 4C. أقسم الطرفين على 4 تجدون أن C يساوي سالب 13 ثمناً. يمكنكم الآن كتابة الحل العام وهو Y يساوي الحل الخاص وهو AX تربيع أي سالب X تربيع زائد BX أي ثلاثة أنصاف X زائد C وهو سالب 13 ثمناً. هذا هو الحل الخاص والذي وجدنا فيه قيمة المعاملات غير المحددة القيمة. لإيجاد الحل العام عليكم أن تضيفوا الحل العام للمعادلة المتجانسة إلى الحل الخاص هذا. المعادلة المتجانسة هي المشتقة الثانية لY ناقص 3 ضرب المشتقة الأولى لY ناقص 4Y يساوي 0. وذكرنا حل هذه المعادلة في الدروس السابقة وهو C1E أس 4X زائد C2E أس سالب X. لأن المعادلة المميزة هي R تربيع ناقص 3R ناقص 4. وبتحليل المعادلة التربعية تجدون أن R ناقص 4 ضرب R زائد 1 يساوي 0. أي أن R يساوي سالب 1 وأربعة. بناء على ذلك الحل العام للمعادلة غير المتجانسة يساوي الحل الخاص للمعادلة غير المتجانسة وهو هذا الحل زائد الحل العام للمعادلة المتجانسة وهو C1E أس 4X زائد C2E أس سالب X. انتهى الحل.